لم يعد التعذيب سريا ولا السجون خفية هذا ما تقوله الشواهد التي يزاح عنها سيتارو وتتكشف تباعا قصة جديدة لأحد ضحايا سجون الحزام الأمن السرية في العاصمة المؤقتة عدن يظهرها تسجيل فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للمواطن علي كردا إطفاء السجائر والجلد بأدوات حادة نوع من أنواع التعذيب الوحشي التي تعرض لها علي بحسب ما يظهره الفيديو في أنحاء المتفرقة من جسده ليؤكد حقائك كانت قد كشفتها تقارير لمنظمتي اسيوشيتد بيريس وهيوم الرايتس ووتش الدوليتين عن سجون غير قانونية لقوات أمنية مدعومة إماراتيا في المحافظات الجنوبية وتحديدا في عدن وحضر موت سجون قالت تقارير إنها مخفية داخل قواعد عسكرية وموانئ وفي أحد المطارات وكذلك في فيلال سكانية يخفى فيها مدنيون بشكل تعصفي ودون إجراءات قانونية ولا حتى تهم ويتعرضون فيها لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وصلت لحد الشواء انتهاكات جسيمة وتجاهل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان هو ما تمارسه هذه القوات الأمنية التي تسلك ذات السلوك الهمجي للإرهابيين ممن تتبنى محاربتهم